السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عدى الجمعة والسبت من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة نحن يا سادة منا فئان من الناس تقتل الإبداع وتسعى دائماً لتركض خلفك لا للاقتداء بك ولا لتخطب خطاك ولكن لتتعثر قدمك وتسقط والمصيبة أنهم يرجعون لنقطة الصفر ولا يكملون المشوار الذي بدأت منه يا سادة هناك فئان من الناس للأسف يحاولون بكل جهد وما أوت من قوة لتدمير إبداعك وقتل طموحك ونسفك عن الوجود وإبرازك للناس على أنك جاهل وأنك عبارة عن إنسان ثرثار لا قيمة لك في الحياة العملية وهم عبارة عن غثاء كغثاء السيل لا يرون أنفسهم يا سادة عندنا فئان من الناس لا ترى وجهها إلا في المرآة لكنها تبصر الجميع ووجوها الآخرين للأسف يبدعون في النقد ويتوقفون عن العمل للأسف عندنا فئان من الناس همهم أن يجلس أحدهم ويضع قدم على قدم ويبرز معايب الناس وهو فاشل لكع يجلس في منزله ولا يتحرك بمقدار خطوة واحدة للأمام لا اتجاه دينه ولا باتجاه وطنه ولا باتجاه أسرته ولا حتى باتجاه نفسه تجده من عام إلى عام لا يدخل في حصيلته العلمية كتابا واحدا وإن دخل هذا الكتاب جلس أعوام طويلة يناضل من أجل فكر واحد ومنهج واحد يا سادة علينا أن نفهم أن جمال اللوحة التي تعلق بالجدران لكثرة ألوانها فلا يعقل أن تضع لوحة واحدة بذي لون واحد ثم تقول هذا الإبداع لا يا سيدي الجمال اللوحات في زماننا هذا أن ترى فيها كل الألوان وتناسق الألوان لهذا خذ كل لون كأنه فكر وانظر لكل لون مختلف عن لونك الذي تحبه هو جزء من جمال اللوحة وكل لون تراه في زاوية اللوحة هو جزء لا يتجزأ من جمالها لكن لما يبرز لنا في آمن الناس عندهم عمل ألوان ولا يرون إلا ألوانهم ولا يعترفون بلون الآخرين هنا فعلا يمت الإبداع ويختل الإبداع هنا فعلا تجهض عقول الشباب هنا فعلا تتدمر أحلام الشباب وتتحطم على عثر على عتبات غرور بعض عقول الناس يا سيدي يا سادة أخبر أولئك القوم تكسيرك لمجاديفي ومجاديف غيري لا يعني أبدا أن يزد من سرعة قاربك لا يعني أبدا أن يزد من سرعة قاربك إن سعيت خلف قارب قد سبقك ثم قمت بتكسير مجاديفي أنت بالحقيقة لم تنافس بالشرف وإنما حطمت من ينافسك بشرف لهذا لا تتصور في يوم من الأيام إذا حطمت مبدعا أنك انتصرت عليه وإنما أنت استخدمت السلاح فشلك واستخدمت أدوات فشلك ومكرك وخبثك وخديعتك لتدمير العقول الناجحة فلا يعني أن يزد من سرعة قاربك وأن تتفوق علينا وأن تزدد إبداعا وتألقا العقول لا تؤجر أبشركم أن العقول لا تؤجر ولكن هناك عقول فعلا تعطل لهذا يا سيدي انظر فعلا للزاوية المشرقة ابني زمانه ليس كزماني وابني ليس هو أنا ولا أنا هو ابني لهذا نختلف مع ابني فكرا هو لجيل آخر ولد لزمان آخر ولد لفكر مختلف لا يعني أن أبقيه بعثرات زماني وأن أضع وأصد عليه الأبواب في عاداتي وتقاليد التي لم ينزل له بها من سلطان وأن أحبسه في جدران الظلام أني أحافظ على عروبتي وقيمي المحافظة على العروب والقيم هي أن نتألق بها لا أن نبقيها مكانها يا سيدي هناك فئان من الناس يرون ثباتهم على الجهل ثبات على الدين عندنا فئان من الناس يرون ثباتهم في بعض مسائل الفتية والفتاوى هو ثبات على الدين وهم يثبتون على جاهلية وتخلف ولا يعترفون فيا سيدي نحتاج فعلا أن ننظر بزاوية 360 درجة أنا لا أستطيع أن أرى بـ 360 درجة أستطيع أن أرى بـ 180 درجة أريد من أستعين به بزاوية مختلفة برؤية مختلفة باتجاه مختلف حتى أبصر 360 درجة نحن يا سادة نريد معنى الاختلاف نحن نريد أيضا تقبل الآراء تقبل الاختلاف تقبل الآخرين حتى نحيا نحيا في زماننا هذا ما أصلح له أنا لا تصلح له أنت وما تصلح له أنت أنا لا أصلح له لماذا لا نضع هذه القاعدة في حياتنا ونعطي لكل إنسان حجمه وقدره وفكره ونعطي لكل إنسان ما يستطيع به أن يتألق كل إنسان له أدوات لاعب كرة القدم له أدوات كرة القدم قدمه لاعب كرة التنس له أدوات السل له أدوات اليد والسرعة لاعب الكراتي الإعلام له أدوات الفنان له أدوات الله عز وجل خلق ونثر خلق ونثر الأدوات وأودعها في الكائنات لهذا لا تحاول أن تأخذ دور غيرك وأنت تفقد للأدوات لا تحاول أن تقف في موقف غيرك وأنت لا تملك الأدوات ثم لما تجد في نفسك يقينا أنك لا تستطع مجاراته تأتي وتكسر مجاديفة ليسرع قاربك لكن في الحقيقة هو لم يسرع أنت تنافس يا سيدي بغير شرف مرحبا بألف عدو ينافسنا بشرف مرحبا بألف عدو ينافسنا بشرف ولا مرحبا بنصف عدو ينافس بغير شرف يا سيدي يا سيدي نحن في زماننا هذا في عصرنا هذا نحتاج أن نزرع في أبنائنا روح المنافسة روح التنافس روح الإبداع من غير أن نهمش الآخر أو أن نحطم الآخر أو أن نتآمر على الآخرين أو أن نحفر تحت أقدامهم الخنادق من أجل أن يسقطوا ثم نقول لم يفلح نعم لم يفلح لأنه بيننا لهذا كثير من المبدعين ماتوا وعقولهم تتوقد من نور كثير من المبدعين ماتوا وعقولهم تشتعل فكرا وحياة لكن لأنهم عاشوا بيننا ماتوا كذلك وعقولهم ما زالت ملئة لهذا علينا أن نزرع في أبنائنا روح التنافس الشريف الذي ينافسنا دون أن يكسر الآخر الذي يحاول أن يتفوق على غيره بأدواته لا بسلاح فشله هكذا هو الدين وهذا الذي أراده الله عز وجل شانه النبي عليه الصلاة والسلام بأبه وأمه في معركة الأحزاب حينما أشار عليه سلمان الخندق فعل واستشار وأشار وفعل الصواب لأن سلمان كان من بني فارس ويجيدون الحروب ففعل بوصيته صلوات ربي وسلامه عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام مما دخل على أمي السلمة وأشارت عليه أن يحلق ويهدي وينحر ففعل فاتبعه الناس يا سيدي نحتاج للمشورة والاستشارة دون أن نحطم الآخر دون أن ننزل من قدر الآخر لا تأتي تثبت رجولتك بأن تنسف الآخرين أو الجنس الآخر أو الصنف الآخر فأثبت رجولتي باضطهاد المرأة وأثبت أنا العاقل بقتل المبدعين وأثبت أني أنا الشجاع القوي بتقييد الشجعان لا هنا لا تثبت أنت وجودك ولا تثبت أبدا قدرتك ولا تثبت أدواتك أنت يا سيدي لم يوجد أحد على الساحة الآن إلا من أردت لهذا علينا أن نزرع في أبنائنا في أنفسنا أنه لا بد من وضع روح التنافس بين الأجيال حتى نتألق وطنا فكرا حتى نخرج من ذاك الصندوق الأسود الذي عشنا به وكانت ضحيته عقولنا وأنفسنا وأسرنا ونساؤنا وأبناؤنا لا بد لنا الآن في هذا الزمن أن نقل لأبنائنا نافسوا ولكن بشرف تخطوا بعضكم بعضا ولكن بشرف لا تعرقلوا بعضكم فرق بين أن تعدوا وتتفوق على زميلك الذي ينافسك في درب المنافسة وفرق أن تعرقل الزميلك هنا يا سادة فعلا يكمن أن نحن أمة واحدة لهذا لا تقتلوا الإبداع في عقول أبنائكم وازرعوا فيهم روح التنافس وإياكم أنصحكم نصيحة لا ترثوا الحقد لا ترثوا الكراهية لا ترثوا دائما ما خلفه جيل تل وجيل في نفوس الآخرين ألا وهو إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب بل قل واجعل شعارك إذا لم أكن عبقريا حليما ذكيا احتبسته مع الجاهلين فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة